بدء تطبيق إجراءات العمل الإلزامي في النمسا على طالب اللجوء يعني هما دلوقتي في اتجاه أن العمل لازم يكون شيء إلزامي عشان تقدر تنتمج في المكتشف هذا خبر ممتاز هذا من أفضل الأخبار ومن أفضل الأمور التي تقوم بها النمسا إلزام طالبي اللجوء بالعمل يعني هذا الشيء سواء يساعد هيعبينا وقتهم هيساعدنا على الاندماج وتعلم اللغة وحيستفيدوا ماديا يعني حتى أي ساعات اللي هيشتغلوا فيها ليست مجانية حتكون فيها مد فبالتالي هذا من أفضل من أفضل القرارات التي اتخذتها النمسا وزارة الداخلية السيد جيرها كذا وزير الداخلية بصراحة منذ بدء سياسة الاندماج في النمسا وبالتالي وبالتالي هذا العمل الإشغال اللاجئين لا يكون عندهم وقت فراغ كتير كبير طالبين لجوء أفواد فبالتالي هذا الشيء بيساهم ببداية اندماج صحيح من خلال مرحلة الفرفارن كما يقال يعني مرحلة تكوين الخبرات اللجوء يعني دراسة ملف اللجوء وصولا إلى حصوله على حق اللجوء بيكون على الأقل أطع مستوى لغة تعرف على المجتمع الصاري يتعامل مع أشخاص يتحدث بالإنجليزي بالألماني شوية كلمات شوية كذا هذا قرار ممتاز جدا لطالبي اللجوء قضاء على وقت الفراغ وبهني حزب الشعب فعليا بهذا القرار الحكيم ونتمنى قرارات حكيمة أكثر على في نفس هذا المسار نعم اشتركوا في القناة